في الإسلام ما عندنا كنيسة حتى تضفي شرعية على الحكم وكذلك على الزواج مجرد تعاقد بين اثنين فإذا أنا لا أعرف تفاصيل هذا الزواج حقيقة في إيران إذا كان هو اتفاق شفوي يعني عقد شفوي وأساساً الموضوع الزواج في موضوع العقد هناك نقاش بين الفقهاء المسلمين أنه هل هو اتفاق عملي أم عقد لفظي يجب أن يجرى أيضاً هذا نقاش فيه ومسألة المهر أنه لازم يحطون مهر بالإسلام إذا ما حطوا مهر شي سير بعدين مهر المثل يعني لازم تستحق المرأة المهر من أجل يعني مو من أجل بيع المرأة في الحقيقة كما بعض يصور المهر من أجل ضمان حق المرأة عندما يزوج أمرأة وراء يومين ثلاثة وراء أسبوع يتركها ويروح كما يحدث الآن في ما يسمى بزواج المسيار زواج المسفار الناس يسافرون إلى بلاد عربية وأجنبية وأغنية من بلاد متعرفوها أنت يعني يرحون يزوجون ولمدة أسبوع لمدة شهر ثم يترك كل مرأة يتركها طيب ماذا يفعل بي إذا كانت بنت باكر سوف يعني يصعب عليها الزواج مرة أخرى وصيرها مشاكل فالمهر هنا إذا كان يغلون أحيانا بعض الأسر حتى لا يتركها بسهولة إنه في مهر ثقيل عليه إذا كان ناوي يزوج زواج دائم ويحفظ هذه البنت ويقرر يعني يتكفل وإذا لا مو لعبة تصير إذا ما في مهر أو مهر بسيط وبعض الناس كانت أيام الزواجون على كتاب الله مثلا يعني نسخة من القرآن هذا مصحي القرآن لا يثمن بشيء حتى يكون مهرا للزواج أو أشياء بسيطة ولذلك يتساهلون فيه التساهل خطأ تماما تساهل يعني بالمرة خطأ والمغالات في المهور أيضا خطأ لأنها تعقد حياة الشباب وبالتالي تمنعهم من بناء حياتهم بينما إذا مثلا الأهل ساعدوهم وقبلوا بالقليل وحتى يبنوا حياتهم إذا شافوا مجادين وما في مشاكل مو بعدين لازم يطيها نصف المهر ونصف الأموال مالتو والتعقيد في الطلاق وكذا فيدفعون الشباب إلى هكذا أنواع من الزواج اللي موجود في الغرض مثلا ربما قسم من هذا الزواج قسم من هؤلاء الشباب الذين يتزوجون هكذا يعني هم متحررون من التزام بالشريعة أو من الإسلام ما متدينين مثلا أو قسم منهم لا متدينين يعقدون بيناتهم وإذا بالفق القديم إذا أنتوا سألتوا اثنين ما هي علاقتكما؟ العلاقة بينكما؟ وقالوا أننا متزوجون متزوجان يعني فخلص يكفي الإقرار بالزواج كان يعتبروا الفقهاء هو هذا النوع يعني ما يحتاج نسألهم وين عقدتوا ومن عقدتكم وشنو العقد كان وكذا ففي الحقيقة يعني المجتمعات الإسلامية تواجه هذا الخطر بين التطرف في قمع المرأة واستغلالها وإهدار حقوقها وتعرفون مجتمعاتنا يعني حتى النهوة اللي عندنا من بعض الناس القرويين أو القبليين اللي مهمنين على مرأة مو فقط أخوها وأبوها وكذا هم اللي يوافقون ومرأة ما تكون هي مرأة كبيرة وراشدة وعاقلة وكل شيء ما إلي حرية الزواج أن تقرر هي واحدة تتزوج لا لازم العائلة توافق مو فقط العائلة القريبة إنما أبناء العام أيضا نجيب أن يوافقون وأقرباؤها وهذا نوع من تقييد حرية المرأة في نفس الوقت يعني المجتمعات متطرفة من ناحية ثانية أن تتحلل من كل القيود تتحلل من حتى ما يسمى بالزواج المدني في بعض حالاته القانون اللي أرض في لبنان وما أوقر حتى الآن في نوع من هذا مثل مساكنة يسمون أنهم هذا يعتبرون زواج وكذا بس في هذه الحالة أيضا حالة الزواج الأبيض إذا ما سجلوا في الحكومة يعني في الدوائر الرسمية فهنا حق المرأة راح يضيع بالمرة وإذا مثلا صادفوا حملة المرأة راح أيضا المجتمع يرفضها وهي ترفض الأولاد ويشوفون اللقطاء بمئات الألوف في بلادنا سواء في طهران أو القاهرة أو مختلف البلاد لماذا يضطرون إلى إلقاء الأولاد في الشوارع؟ لأنه ينتج عن لقاءات محرمة أو غير شرعية فهناه إهدار لحقوق الأطفال وتربيتهم بالغرد حالين المشكلة بأن الدولة أصلا ما عندهم شي حلال وحرام في المجتمع ومجتمع عايشين أفراد كل واحد فرد ما في قبائل وعشائر يعني مع بعض عايشين وبالتالي كل بنت عايشة واحد وحدها أو الشاب عايش وحدها والبنت إذا حملت من أي طريق يعني وعافة زوجها أو عافة صديقها فإذا هي تشتغل تكفل حالة وإذا ما تشتغل تأخذ معنا من الدولة لمساعدتها في الحياة في بلادنا لا يوجد هذا الشيء وبالتالي هذا رح ينأكس على حياة المرأة أن تهدر حقوقها بالمرة وأيضا إذا جابت أطفال الأطفال رح تهدر حقوقهم ويضيعون ويضيع النسب فالحفاظ على الأسرة يحتاج إلى قوانين معتدلة عدم التطرف في المهر وعدم التطرف في التشديد في القوانين في حقوق المرأة وعدم التشدد في مسألة الطلاق لازم يؤدنا ميزان معتدل أنه يمكن واحد يطلق مرتها إذا ما قدر يعيش والمرأة أيضا إلا حق حق أن تخلع زوجها وأيضا التكلفة المالية أو الاتفاق على شيء من المال أن الزوجة إذا أفتر ذواح تطلق مرتها هم يذبها بالشارع فيجب أن يحفظ لها نوع من حقوقها حتى تستطيع استعادة حياتها مرة ثانية هي هذه مسألة معقدة في الحقيقة وأي تطرف في أي ناحية يؤدي إلى خلل في مؤسسة الزواج فليست مؤامرة فقط هناك مؤامرة نعم ربما مخططات يعني لبرالية غربية إلى تهديم الأسرة وإشاعة الحياة المشتركة بين الناس ولكن في أيضا مشاكل قانونية ومشاكل اجتماعية نعمل أن نلتزم بالحدود المعتدلة الموجودة في الشريعة الإسلامية بلا تطرف من النأون